أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تحليل بي الوحدة للغلاف الجوي ونواصل شرح باقي هذه الوحدة فكما أسلفنا في مصادر الصناعية وكذلك ذكرنا بعض المصادر الطبيعية ونواصل شرح مصادر الملوسات الطبيعية في الهواء الضباب أو من سبب الإنجليزي فوق يتواجد بكسرة حول مصانع الأغذية والمطابخ في الصباح الباكرية تكون من قطرات من الماء نتيجة لإيش نتيجة لبرودة الجو نتيجة لبرودة الجو وتكسيف بخار الماء إذن يتكون من قطرات من الماء الضباب الملوث السناع أو ما يسمى بالسموغ يسمى بالسموغ وهذا يختلط الضباب مع السناع كما عرفناه من قبل في صورة قطرات صغيرة والرزاز وما يسمى بالمست يمكن رؤيته بالعين المجردة وهي قطرات من سائل معلق في الهواء من سوائل تم تكسيفها طبيعياً ولا يزيد قطرها عن 2 مايكرو ميتر وكما أسلفنا يمكن أن نرى وهم حاجة هنا القطر 2 مايكرو ميتر ويمكن رؤيتها بالعين المجردة المواد العضوية المتطايرة وأحياناً يربز إليها Volatile Organic Compound VOC وهذه المركبات العضوية تحملها الرياح إلى أماكن عديدة وقد تكون ذات رائحة كريهة غير محببة للإنسان إذن توجد في الهواء كميات من المواد العضوية النتيجة متحول بقايا النباتات الحيوان وقلنا يمكن أن يكون لها رائحة غير محببة بالنسبة للإنسان وتنقلها الرياح إلى مواكن مختلفة الجراثيم مايكرو أورغنيزم أو غيرمز وتكون المناطق المزحمة تتلوث جرسومي عالي يعني في المدن المزحمة يمكن أن يكون هناك تلوث جرسومي عالي أقل من مناطق الريف التي لا يجد فيها تزاحم سكان كثير توجد في الهواء بشكل دائم أنواع من البكتيريا في أنواع البكتير والفيروسات ويزداد تركيزها في المناطق السكانية أي في مناطق المدن بيكون أعلى التركيز وفي الريف في مناطق الريف أقل جو يكون أقل تركيز بوجود الجرسيم كلما كانت نسبة القبار مرتفعة والرطوبة عالية كانت جو مناسب لنشوء عدد كبير من الجرسيم إذن في الجو إذا كان فيه غبار غبار كثيف غبار كثيف وفيه رطوبة وفيه رطوبة عالية هذه تكون مناسبة أو ملائمة لنشوء الجراثيم هباء جوي أو ما يسمى بالإيروثول جسيمات سقيرة نشطة كيمية تنتج عن الاحتراق غير الكامل ومثال لهذه واحدة من المواد سمى بينزوبايرين وتسبب السرطان وهي خطيرة وأيضا من أخطرها مبيدات بكتيريا والفطريات والقوارض التي تكون عالقة في الهواء لفترة طويلة وتسبب تلوث جوي إذن في أيضا في نوع من المبيدات في نوع من المبيدات تكون معلقة في الهواء وهي مبيدات للبكتيريا والفطريات والقوارض وتسبب تلوث للبيئة وقلنا أخطر واحد هنا كمثال بنزوبايرين بنزوبايرين وهي سبب السرطان وهو نوع أو مثال لهذا الهباء أشدها خطورة هيدروكربونات العطرية متعددة الأنوية بولي نيكلير أروماتيك هيدروكربون وذكرنا مثال هنا البنزوبايرين وأحد هذه الأمثلة بالنسبة لهذه المركبات ترجمة نانسي قنقر